قضيتين بيفتحوا باب الفتنة وباب الفساد في حياتنا ايه هما القضيتين دونه؟ الرزق والاجل فاكرين الرزق بيعمل ايه؟ يخلي الناس تتصارع وتطلب المال مما حرم الله ويعيشوا في صراع وتقاتل على لا شيء على لعاعة من لعاعة الدنيا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا وفي إيه اللي يحصل؟ فتنافسوها فتهلككم كما أهلقت الذين كانوا قبلكم والاجل اللي بيخلي الناس تجري 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 من غير ما تعرف هي بتجري على فين؟ فيعيشوا في ضياء وحياتهم تبقى كدر وعشان كده مع الضغطات المختلفة اللي بنمر بيها في الوقت بتاعنا ده زادت آفة في عصرنا بشكل ملحوظ وهي زيادة الخوف من مستقبل اللي أشكاله بقى ملعاش آخر أشكاله متعددة زي إيه؟ الخوف من ضيق الرزق والخوف من الفوت والخوف كمان من الفشل والخوف من الفقد والخوف من الوحدة والخوف من مستقبل العلاقة الزوجية والخوف من المرض يا كثرة الناس اللي بتخاف من المرض في ناس كتيرة حاسين إن هم النهاردة أو بكرة فوق وقت قريب ممكن يصابوا بالمرض الخبيث اللي احنا بنسميه المرض الخبيث ليه ده كله؟ لأن هم مش قادرين يضبطوا أو يفهموا بشكل صحيح قضية الرزق وقضية الأجل حتى أن بعض العلماء علماء النفس بدأوا يرصدوا حاجة غريبة أوي هم شافوا حاجة غريبة أوي إن في حاجة بدأ اسمها الكورونوفوبيا اللي هو الخوف من مرور الوقت إيه ده؟ يعني كل ما يمر الوقت الناس ده ازداد قلق مع إنه ممكن يمر الوقت بسعادة حتى لو مر بسعادة الناس تحس بقلق وهو نوع من الاضطرابات القلق اللي بيحصل أن تعيق الإنسان أنه هو يستمتع بحياته وعيش حياة طبيعية وبيأثر على حياة الإنسان وحياةه العملية بكل أشكالها فيفضل مشغول بالخوف من بكر ويفضل بكر بالنسبة له عبارة عن بيت أشباح ومليان بالمخاوف السؤال بقى ليه بنخاف من المستقبل بعضنا هيقول علشان ما عرفش بكرة هيحصل فيه هتكون أوضاعي إزاي هتكون بصحتي ولا هتكون مريض حد هيشني ولا الناس هتتخلى عني أقف إزاي في أزمتي لو حصلت لي أزمة ولا أنا مش هقدر بخاف عشان بكرة مجهول بالنسبة لي بخاف عشان بكرة ممكن يكون أسوأ من النهارة يا الله قل لده ترجمة نانسي قنقر